سلام عليكم من اشهر الاسئلة اللي بتجيلنا على صفحتنا على الفيسبوك وهنا في التعليقات يا دكتورة نعمل ايه للطفل لما يكون عنده مغس وانتفاخ وجربنا حاجات كتير ومش نفعة خلينا اقول لكم شوية حاجات بسيطة جدا ممكن نعملها للطفل تقلل جدا احساسه بالمغس والانتفاخ ده لو المغس والانتفاخ ده مش وراء اسباب اخرى مرضية تستدعي البحث ودي هنقولها في الاخر ازاي يعني الطفل غالبا في اول ست شهور هو ده اكتر وقت الطفل بيحصل له انتفاخات وتلبكات وتلاقي تحط ايديك على بطن الطفل تلاقيها مشدودة وتلاقيه مش مرتاح طيب نعمل ايه في حاجة زي كده اول لما بتجيلي ام تشتكيلي الشكوى دي اول سؤال باسأله لها الطفل ده بيرضع ايه يعني هنقول في اول ست شهور هتقول لي بترضع مسلا طبيعي او صناعي او من ده علا ده او بتديره ساعات مع معاها مسلا اعشاب وكذا وكذا خلينا اقول لكم انه حدوث الانتفاخات والمغس بيقل جدا جدا مع رضاعة طبيعية المطلقة يعني ايه رضاعة طبيعية مطلقة يعني رضاعة من غير اي حاجة تانية ثدي الام فقط لا فيه لبن صناعي ولا فيه مية ولا فيه اعشاب ولا كل الكلام ده طيب يا دكتورة طيب انا بردع طبيعي بقى والطفل عنده مغس اعمل ايه هقولك انت بترضعي طبيعي وطفلك عنده مغس لان انت شخصيا ممكن تكوني بتاكلي حاجات بتسبب المغس يعني فيه حاجات اطعمة الام لما هي بتاكلها اه ممكن بتتنقل الطفل عن طريق اللبن وتبدأ تسبب له المغس ما تبقاش بتردعي مسلا وتاكلي محش كرومب وتقولي الطفل يعني بطنه بتوجعه يعني انا بس بس معي الاسم بطني بتوجعني فهو ما ينفعش تكوني بتاكلي حاجات فعلا بتهيج الدنيا عند الناس الكبار واول ما تيجي تردعي الطفل تلاقيه بدأ يتلوى من التعب ما ينفعش تاكل الحاجات زي الكرومب زي ما قلنا ناكل الحاجات السكريات اللي لي منها على قد ما تقدري دي حاجة كل ما كان الحاجة اللي فيها اللي بتاكلها فيها سكريات اعلى كل ما زاد احساس الطفل بالمغس تمام واحساس على فكرة كبير يعني السكريات عموما كل ما بتزيد بتزيد احساس التلبك والانتفاخ وساعات كمان الاسهال يعني ممكن حتى عند الطفل تسبب الاسهال فبلاش سكريات عالية قوي بلاش الحاجات الاطعمة زي ما قلنا اللي بتسبب الانتفاخ ومعروف ان هي بتسبب الانتفاخ. آآ بلاش تكل حاجة تكون حرائة. يعني انا في ناس انا شخصيا بحب جدا الحاجة الحرائة لكن ساعة ما كنت بردع بنتي ما كولش انا حاجة حرائة ابدا لانه ممكن تتنقل للطفل تسبب له مغص وتلبك. فبلاش نكون محافظين انت بتردعي طبيعي فرصة ان الطفلك يكون عرض اقل للمغص وده لاسباب كتير. لان تركيبة اللبن بتاعتك طبعا هي المثالية لطفلك. يعني هي اللي ايه احسن حاجة المعدة تقدر ان هي تستوعبها وتهضمها والامعاء تستقبلها من غير مشاكل كتير. وفي حاجة اسمها بروبيوتكس وحاجات جميلة جدا بتسهل حتى عملية الهضم. فانتي بس اتبعي النظام الغذائي يكون سليم ومناسب للرضاع وما تكتر ما تعكش في الاكل بس. انتي ما تعكش في الاكل هتلاقي ان الطفل المغص عنده قل بنسبة كبيرة. طيب يا دكتورة انا حصل لزروف وما كنتش بردع طبيعي او انا بردع صناعي ومش عارفة الطفل عنده مغص. خلص الرضاع الصناعية اه ممكن فعلا بيزيد معاها انه عفوا اه احتمالية ان يكون في المغص وكده. اه بس هنعمل ايه ما الطفل لازم يردع? اه بنحاول ان احنا ننظم الرضاعات. يعني برضو يعني هو في الرضاع الطبيعية الطفل على حسب ما يحتاج. في الصناعي برضو لما نلاقي الدنيا فيها انتفاخ وكلام ده اقولي الام حاولي على قد ما تقدري تنظمي رضاعات. يعني في الاول كل تلات ساعات بعد كده ممكن كل اربع ساعات مش كل شوية تعادي تردعي الطفل. يعني قولنا قبل كده ان مش كل عياط الطفل جوع. وممكن انت شخصيا تكون السبب ان الطفل قاعد ما مغوص لانت قاعدة بتعبيه رضاع وهو مش محتاج. سواء بتردعي طبيعي او صناعي في علامات للجوع والشبع بتعرفيها عنده طفلك. هسيب لك برضو اللينك بتاع الفيديو بتاعها فيه صندوق الوصف. يعني مش طول ما العيل بيعيط تعادي تردعيه. ما هو كده اصله بيعيط طب ما هو ممكن مش بيعيط جعان. بيعيط عنده مغس. وانت قاعدة بتردعي تقوم يتملي بطنه اكتر يقوم يتمغس اكتر وماشي هنخلص بقى. فلازم تعرفي انه في حاجات تانية غير العياط بتقوم بتدل ع الجوع وفي حاجات بتدل على الشبع برضو. عشان ما تديش الطفل الغذاء بتاعه فوقته هو مش محتاجه. تمام? وانت بتردعي نقلل على قد ما نقدر زي ما قلنا نزنظم المسافة ما بين الرضاعات. في الاول بتبقى تلاتة بعد كده اربع ساعات. بنحاول نعمل حاجة برضو حلوة. حاجة اسمها تمارين المغس للطفل. اه يعني انا هحط لكم صورة لها. بتمسكي تمارين البدالي. يعني ايه? جيبي الطفل نايمه على ظهره. اه بترفعي رجليل اتنين على بطنه. تبدأي بديل رجلي برجلي كده. الوضع ده بيرايح الطفل التمارين دي وبتهدي شوية من المغس. طيب في حاجة تانية برضو في التكنيك بتاع الرضاع. انه اه خصوصا الصناعي. لما تيجي تردعي. اه الطفل يكون اه ما ينفعش يكون نايم. لكزا سبب انه الرضاع اثناء انهم في الرضاع الصناعي فقط مش الطبيعي. بتزود احتماليات التهاب الاسن الوسطى. وبرضو ده ليه فيديو ممكن اسيب لكم اللينك بتاعه. اه فبلاش يرضع هو نايم. يرضع وهو مرفوع. الحاجة التانية لو رضع وهو نايم ارض ان هو يبلع هوا مع الرضاع. اه فبيبقى يزود شوية الانتفاخات. تمام? فتكنيك الرضاع مهم. اه يفضل ان انتي تعملي حاجة الامهات كلها او الجدات الشاطرين عارفينها وبيوصوا بيها اي ام جديدة كرعي الطفل. يعني ايه كرعي الطفل? هات الطفل كده على كتفك ماشي? وهو اه ابدأي خبطي على ظهره كده من تحت الفوق. لغاية ما يبدأ يعني يطلع صوت تكريعة مسلا معينة. اه فده بيقلل شوية الغازات اللي موجودة وبالتالي بيقلل شعور الطفل بالمغس. مش لازم تكررهاي هو على ده ممكن تنايميه على بطنه برضو. وتبدأت ايه تخبطي شوية. اه ممكن تنايميه على بطنه ربع ساعة بعد الرضاع بس بشرط. تكوني جنبه. وما يكونش ده وضع النوم بتاعه. لان الوضع ده خطر جدا. لو الطفل اتساب لوحده. انت بس هتحطيه في الوضعية دي بعد الرضاع. عشان يقلل شوية من المغس. ويزود ان الطفل يقدر يخرج غازات. لكن انا لو سبته في الوضع ده وقمت بس عملت اي حاجة في سانية واحدة الطفل ممكن ان هو يكتم نفسه في الحاجة اللي هو نايم عليها. فما ينفعش ان انا نايم الطفل على بطنه وانا مش جنبه. يعني عايز اعمل الموضوع ده اعمله بس بكون حذرة جدا. تمام? دي من الحاجات برضو اللي بتقلل المغس. اه في ناس كتير او امهات كتير اول ما بتيجي يعني تسأل على حاجة عايزة داوة عشان يقلل المغس على طول. في حين ان هي ممكن قبل ما تدي داوة. في طبعا ادوية كتير موجودة في السوق. اه يعني حتى ما فيش داعي لذكرى فيه اللي نقط وفيه اللي شراب. بتقلل شوية المغس وكلام من دهوت. لكن التكنيك بتاع الرضاع نفسه هو مهم جدا ان هو يقلل المغس. اه طيب الاعشاب يا دكتورة. الاعشاب مع المغس ندي ولا ما نديش. بصي انت بعد الخمس شهور يعني ممكن تدي رضعة الاعشاب بحدود. ما تبقاش ما تمليش بطن الطفل الاعشاب برضو. ممكن تدي مرة في اليوم. اه تكون قد نص كمية اللي هو بياخدها. تمام? اه يعني يعني لما تكوني بتبدأ يتأكلي ممكن تدي اعشاب. لكن قبل كده ما تديش اعشاب. لسه معدلة الطفل مش مهيئة ليها. بالعكس ليها اضرار اكتر من المنافع بتاعتها. اه بتملأ بطن الطفل مية على الفاضي تخليه يرفض الرضاعة. ممكن هي بالعكس تزود المغس. حتى لو بدأ العكس ظاهريا. فبالاش اعشاب خالص الفترة الاولانية اللي هي قبل الست شهور او الخمس شهور الاولانين. تمام? طيب اه ممكن في ناس تقول اه الاكل. اه يعني الاكل بقى يا دكتورة الاكل والمغس. اه مع البداية ادخال الطعام برضو عند اربع لست شهور. اه يفضل عشان الطفل ما يتعرضش المغس. يعني انا دايما بقول معاكم الحاجات اللي تقلل ان الطفل اصلا يجي له مغس. يعني انا مش هستنى الطفل يجي له مغس ويا يا دكتورة نعمل ايه? انا بقولك الحاجات اللي تخليكي اصلا ان الطفل ده يكون عرضة اقل لي حدوث المغس والتلبكات وان هو متضايق وكلام من ده. فلما تيجي تدخل الاكل هي مش حفلة. يعني ايه مش يلا بقى هندخل اكل واقعد من كل صنف ولون ما ينفعش. بندخل الموضوع ده لنزام برضو ليه فيديوهات هنا في القناة. آآ بندخل صنف واحد. نبدل على الصنف الواحد ده تلتة لخمسة ايام. بنزود الكمية واحدة واحدة بالتدريج. آآ عشان آآ الطفل ما تخلش في مغس. ما يبدأش ان هو احصل مشاكل من الايه? من المأكلات. لسه حاجة جديدة. الجهاز الهضمي لسه بيتعود. فبنبدأ واحدة واحدة مش هجوم يعني. تمام? آآ فنكون حارسين في ادخال الطعام. ومش اي حاجة برضو الطفل يقولها. ما تحطيش ملح ولا سكر ولا بهارات. آآ في الاكل اللي الطفل بياخده. وما تدخلش. آآ البسكوتة بشاي. انا في حاجات اللي هي العشر ممنوعات برضو. الفيديو ده يعني مرجعه هتلاقي صندوق البص بتاعه تقريبا من نص فيديوهات القناة. آآ في عشر حاجات ممنوعة للاطفال في السنة الاولى اهمها طبعا البسكوت بشاي. البسكوت بشاي ده سكر. ناجي بتعملي ايه? السكر بينزل بطل الطفل مش قادرة ان هي تهضم السكر ده الكتير ده بشكل كويس. فبيتخمر. يتخمر يعمل مغس. ومش مغس بس. ويعمل اسهال كمان ساعات. فده امنعي خالص لسكر والمالح ولا بهارات ولا الكلام ده. عشان تقللي نسبة حدوث المغس. طيب يا دكتورة انا آآ عملت كل اللي انتي قلت عليه ومشي مظبوط جدا. وطفلي برضو طبيعي. وآآ وانتظمة في اكلي. وآآ وكل حاجة كل التعليمات بعملها مظبوط. والطفل بيبقى عنده مغس شديد جدا جدا. وممكن ان هو يصحى من النوم متقلم ومغوس. طيب في الحالة دي لو انتي بتعمله كل الحاجات وحتى بتدي الأدوية بتاعت المغس. ولقيت الطفل لسه عنده مغس وقلم وشمرتاح ونومه بيقطع وبيسرخ على طول. بنبدأ نفكر فيه حاجات تانية تكون سبب لي الانفنت كوليك ده او المغس ده. آآ اشهرها على الاطلاق هو يكون ارتجاع. ارتجاع المريء ده سواء صامت او ارتجاع حقيقي. يعني ممكن الطفل يكون بيرجع على طول انت شايفة الترجيع. او انه يكون حاجة اسمه ارتجاع صامت. آآ انه الطفل الطفل في السنة الاولى عموما معرض ليه حدوث الارتجاع المريء. انه الفتحة ما بين المريء والمعدة بتكون مش مقفولة كويس. احنا في الكبار بتبقى مقفولة كويس. بتنزل الاكل معديدش تطلعه تاني. لكن في الاطفال الصغيرين بتبقى مهوية شوية تبدأ ترجع لايه الاكل تاني. والاكل ده بيرجع سواء اللبن سواء الاكل بيرجع معاه هو اكتر حاجة اللبن عموما. برجع معاه جزء من الحمض بتاع المعدة على المريء يبدأ ان هو الطفل يتقلم جدا من الحمض ده لما يجي على المريء. فده آآ بيبدأ ان هو يدي اعراض شبه اعراض المغص. او انه الطفل بيتقلم او الطفل مش قادر. بينام حتى ما ظهره بيتقوس. حاجات كده دي آآ نبدأ نفكر فيه مسلا انه ده ارتجاع. او حاجات تانية بالفحص الاكتر لان برضو حساسية الالبان بدأت ان هي تبقى او تتشخص بشكل مبالغ فيه انه اي طفل عنده مغص خلاص ده حساسية الالبان. لأ. حساسية الالبان برضو ممكن يكون من الحاجات البدري اوي لها انه الطفل يكون عنده مغص آآ صعب جدا. آآ ومعها شوية اعراض تانية ممكن نبقى نتكلمكم عن حساسية الالبان فيما بعد. لكن انا بقول على الحاجات اللي هي عملتي معها كل حاجة نبدأ نفكر في ايه بعد كده. دي سيبيها للدكتور هو يحددها بس تكون انت عملت اللي عليك بحيس ان الطفل يكون هدم ناحية المغص. ممكن يكون على فكرة الدكتور يشوفه وما يلاقيش حاجة. وتبقى دي حاجة اسمها ايه? آآ كوليكي انفنت. مجرد الطفل ممغوص هو ده طبيعته وهيفضل ممغوص كده. آآ اول ستة سبعة شهور من حياته. وبعد كده اموره هتستفر من غير اي حاجة. فربنا يعينيك بصراحة لو انتي آآ ابنك من الاطفال دول. آآ اتمنى. آآ تكونوا عرفتوا اسباب المغص عند الاطفال. وازاي ان انتم آآ يعني كأمهات تتعاملوا معاها. وامتى تقلاقي وتروحي للدكتور. يعني انتي بتقلاقي وتروحي للدكتور لما كل الحاجات دي تكون مش جايبة معاك نتيجة. وحاجة مهمة كمان لما يكون مع المغص ده اعراض تانية. اسهال. يعني اسهال كتير. الطفل مسلا بيرجع ترجيع زيادة عن اللزوم. آآ انه يكون في اعراض آآ خطيرة مسلا زي سخونية زي كزا. الطفل آآ في انتفاخ شديد. آآ لان بشوف ناس بيبقوا سايبين الطفل انتفاخ شديد جدا. بيبقى حاجة اسمها حاجة اسمها دي مرحلة بتحصل مشهورة قوي اسمها انسداد معوي في الاطفال. ده مش انتفاخ. يعني الطفل آآ لما تلاقي بطنه منفخ وشدة زيادة عن اللزوم قوي. والطفل بيتقلم قوي زيادة عن اللزوم. وساعة بيبقى معاها حاجة. اسمها ريت كارانت جيلي ستول او البراس بيكون له محمر شوية كده. آآ او حتى ما بيكونش جايب براس بقاله فترة. لأ دي لازم دي طوارق تروحي للدكتور. تمام? غير كده في اغلب الاطفال الموضوع بتاع المغسل ده بيكون عادي وبيعدي وبتبقى يعني ما فيش مشاكل كبيرة وراه. آآ كل المطلوب بس منك انت تتعاملي معاه بشكل مزبوط. اتمنى تكونوا استفدتوا وتعملوا لايك للفيديو سبسكرايب للقناة وتدعمونا وتعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك عيدة الام والطفل وشير الفيديو علشان تعليموا كل ام جديدة ازاي تتعامل مع طفلها. وشكرا نزول عليكم.